الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد الإخوة لفاضل من قرية العزيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعمر دياركم ويبارك في أموالكم وأبنائكم ويبارك فيكم جميعا والحقيقة النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يشكر الله من لا يشكر الناس فالحقيقة هالي منطقة العزيبة وقفوا معانا وقف صلبة وأكرمونا وما قصروا وفتحوا ديارهم وفتحوا بيوتهم وأكرموا كل الدعاة والشباب المعانا فجزاكم الله خير الجزاء وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكم ويمدكم بالخير والبركة وأخوص أيضا بالشكر أخونا اسم من هو جاب السونات وكان لا في في الحلة بالماكرافون من هو؟ عبد السلام وأخوه برضو الرفيق المعاه وكذلك الشيخ الماحي صاحب هذا الدار وكل من وقف مع دعوة التوحيد وصراحة يعني والله وجدنا في هذه القرية خير كثير جدا جدا طيب يقول الله سبحانه وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا أنا دار كلامي كل حول الآية وما يشترط أتكلم بترتيب معين لكن كلامي حول الآية قال الله سبحانه وتعالى فلا تدعو مع الله أحدا معنى الآية أو معنى الجزء الأخير من الآية ربنا حرم دعاء غير الله سبحانه وتعالى بقوله جل وعلا فلا تدعو مع الله أحدا ليه يا جمع؟ لأنه لو دعيت أحد مع الله سبحانه وتعالى فقد أشركته لأن الله سبحانه وتعالى يقول عن من دعا غير الله ويوم القيامة يكفرون بشرككم والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطنير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم الآية بتتكلم من بدايتها عن الناس البدعو غير الله ودون الله ربنا سبحانه وتعالى قال اللذين تدعون من دون الله ولو سمعهم ما بيسمعون لكن لو سمعوا ما استجابوا لكم ربنا قال ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير فلو دعيت مع الله أحدا أشركت بالله الدليل ربنا متكلم عن الذين يدعون غير الله ويدعون دون الله سمى دعاءهم لغير الله شركا فقال ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير في الآية الأخرى ربنا سمى أو وصف الإنسان الذي يدعو غير الله ويخالف التوحيد سمى كافر من الكافرين قال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون هناك ربنا سمى مشرك عملوا دا شرك ويوم القيامة يكفرون بشرككم هنا ربنا قال الزول من الكافرين البيض عغير الله يبقى المسألة الأولى فلا تدعو مع الله أحد ليه لأنه بتكفر وبتشرك والسبب شنو إنه زول لو دعا غير الله بيبقى كافر وبيبقى مشرك يعني بر الإسلام السبب شنو السبب النبي عليه الصلاة والسلام قال الدعاء هو العبادة رواه الترمذي بإسنات حسن أو صحيح يبقى من دعا الله فقد عبد الله ومن دعا غير الله فقد عبد غيره لذلك كان مشركا وكان كافرا لأن الله تعالى يقول والكافرون هم الظالمون هم المشركين خلاص شكرا ربنا مرة سماه شرك مرة سماه شنا جمعا كفر وليه ربنا قال فلا تدعو مع الله أحدا برضو سبب تاني لأن أي أحد غير الله سبحانه وتعالى أول حاجة ما يسمع دعاك ربنا قال لا يسمعوا دعاك ولو فرضنا فرض سآكد أن نسمع ولو سمعوا ما استجابوا لكم ولأن غير الله سبحانه وتعالى لا يملك شيئا ربنا قال لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء فالملك بيد الله سبحانه وتعالى ربنا قال قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت وربنا سبحانه وتعالى قال الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤدوا حبضهما وهو العلي العظيم فكيف تسأل غير ربنا وغير ربنا ما يملك حاج بناء على هذه الأسباب وغيرها ربنا قال البي يدعو غيري يعني غير الله مش قال دا أضل زول قال من الأضل منه ودي أقوى مما يقال هو أضل زول الأقوى من الأضل منه فتشوا دا للتحدي فتشوا زول أضل من الزول دا ما حتلقى ربنا قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون البتدعو من دون الله دا من الأضل منه وما بيستجيب لك لحد يوم القيامة يا المرغني ليوم الغيامة نادي يا المرغني يا ست نفيستي يا ست مريم يا البرعي قال من لا يستجيب له إلى يوم القيامة ما يستجيب لك ربنا قال وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس يعني يوم القيامة يوم المحشر كانوا لهم أعداء يكون في عداوة بين الداعي والمدعوين وكانوا بعبادتهم يبقى أي زول دعا غير الله يبقى عبد غير الله أي زول دعا غير الله دعا شيخ أو صالح أو شيطان أو ولي يبقى عبد الزول لدى المعبود بتاعه شاكده ربنا قال ويوم القيامة يكفرون بشنا جمعا عبادتي طيب كذلك الإنسان البدعو غير الله سبحانه وتعالى ذا بليد ما يفهم الأمثال ربنا أدى له في القرآن والمثل المثل العامي بيقول بالمثال يتضح شنو المقال فربنا ضرب أمثلة ومعظم الأمثلة كانت في موضوع التوحيد ليه لأنه موضوع التوحيد أهم موضوع أسل الآن دعاة كتار الواحد تلقى دقنه ليه صرته طالع المنبر عامي لزعاج ما بيتكلم في التوحيد ولا يتكلم في العقيدة ألو ما بيخير وماشاء الله ويا سلام وبارك الله فيكم دائر يعزمو غدا لكن ما شغل توحيد لرب العالمين ولا يحذر الناس من الشرك بالله سبحانه وتعالى ربنا قال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا بتسألهم من دون الله ذي الضبان ما يخلقوا وذباب هي المفردة وليست الجمع في ناس قالين ذباب يعني ذو كتار ضبانات كتار لا لا ذباب دل وحدة أما الجمع ذب وذبان زي ما قال النووي لن يخلقوا ذبابا يعني ما بيخلقوا وحدة ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا الزباب جارك في صحن المرغن ذاته شال حاجة وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يسترقذوه منه شفت إذا جرى ضبانة بيدينه وكرعينه فك فك ما بتفك الله قال لا يسترقذوه منه ربنا قال ضعف الطالب اللي بيدعو غير الله وبيطلب غير الله وبيرجو غير الله سبحانه وتعالى والمطلوب يعني برضو ضعيف برضو ضعيف وده التوحيد الذي ينبغي أن يكون وفي التوحيد لابد أشان تتكلم في التوحيد لابد تتكلم برضو عن ضده وعن الناس النشروا ضد التوحيد يعني الناس النشروا الشرك وأكتر ناس نشروا الشرك الليلة هما الصوفية من جميع الطرق الصوفية السمانية التجانية غيرهم وأي يزول برفض الكلام بالوضوح ده ده يزول عيان ده يقول لي كسرة أو ده يرليه كرسي في البرلمان والله أو ده يرليه جاه أو منصب أو رئاسة عند الناس ما يرضى الكلام بوضوح أول ما تتكلم في الصوفية بوضوح تلقوا يتمحرق تتمحرق لأي أنت صوفي أقول لك أنا من صوفي طيب تتمحرق لأي أنت الصوفية على ضلال على باطل وينول غلطنا نديك أنه على باطل تعال مسكليه الماء طيب ده ديوار يضجلنا ونردجلنا للبرعي ودي طبعة الدارة السودانية للكتب ودي الفاتورة أنا مدبسة في الغلاف وده الختم بتعدار بعد ما دفعت القروج قال لي خالص مع الشكر خلاص وده الختم ذات ومكتوفه خالص مع الشكر أنا ذا أقرأ لك صفحتين بس أو ثلاثة والله الديوان أنا أقرأ فيه لي أكتر من 12 سنة كل ما أقرأ فيه ألقى كفر جديد غير الجريد هو تقول بلدي كفر الديوان شو بصفحة مية سبع وعشرين مية تماني وعشرين من طبعة الدارة السودانية للكتب هذه حاجة وهابية مرضوك في متحول الشيخ عمد الطيب ابن البشير ده شيخهم شيخ البورعي كده أسمع الكلام ده شو بصو بي ده على حقوة على باطل لأنه بجيقول لك في التلفزيون محمد المنتصر الإزيري زاك الزنديق عرفتها ومين ومين يأصلوا للتصوف واحد اسمه خنجر وغيره شلوت وغيره قاعدين يأصلوا للشرك وللتصوف إنت أسمع عقدت الصوفية يحكي عنها الصوفية ما نحن يا أخي ده الكتاب ودي الفاتورة أنا أعمل لك شو ناكتر من كده طيب الصفحة مية سبع وعشرين قال عن الطيب الغوث المبارك منهدي ومشورتي في الناس أن يتطيبوا أول حاجة وصف أحمد الطيب البشير ده بإنه شنجا معه غوث والبغي ثمنه الله ربنا قال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم الله اللي بيستجيب ما أحمد الطيب البشير ولا جد ولا ولد ولا غيره قال عن الطيب الغوث المبارك منهجي ومشورتي في الناس أن يتطيبوا تبقى من السمانية يعني قال لك لو در تشاورني أنا رأي للناس كلهم منهم يبقوا سمانية ده البرعي من أتباع الطيب البشير قال ومشورتي في الناس أي يتطيبوا يعني يتبعوا أحمد الطيب البشير السماني شخ السمانية نسأل البرعي سؤال وأي يصوف على وجه الأرض دارين دليل من القرآن قال أبقى صوفية تصريحا أو تلميحا دليل من السنة قال أبقى صوفية تصريحا أو تلميحا الصوفية قال أيها عندنا دليل في السنة القرآن ما عندنا قال لكن في السنة في أين قالوا أهل الصفة أهل الصفة أنت عارف يعني اشنو الصفة الصفة يعني الراكوبة في صحابة كانوا مساكين جو المدينة النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ما أعملوا لكم عريشة أو راكوبة في طرف الجامع أسكنوا تحت دي الصفة أهل الصفة يعني أهل هذا البيت أو أهل هذا الشيء المصنوع ونصف فيه هنا وبعدها لو نصب له صفة بيبقى صوفي ما بيبقى صوفي طيب قال ليحيوا به بعد الممات ويرتعوا بروضته ذات البهاء ويكتبوا إمام له بالله عز ومفخر ومجد وتأييد وجاه ومنصب قال ده عنده شنا جماعة عنده جاه عند الله سبحانه وتعالى وديعرفوا كيف ربنا قال قل هات برهانكم إن كنتم صادقين ده كذب من البرع البرع كذب طيب قال إذا اتصلت كف المريد بكفه على بيعة الرضوان في الحال يجذب تعرفين بيعة الرضوان ده شنا جماعة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم ديل منو ديل ديل الصحابة وما كل الصحابة ذاته ما البايعوا عثمان بن عفان كان الوقت ذاك النبي عليه الصلاة والسلام رسلوا لي مكة وجاء الخبر أنه أهل مكة قاتل عثمان فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من يبايعني على الموت أو كما قال فبايع الناس لبايع تردوان تحت هذه الشجرة هل البرع كان قاعد وهل لو باعت أحمد الطيب البشير عشان تخش الطريقة السمانية وتكفر وتدعو غير الله وتشرك بالله زي ما البرع قال لك أدعو غير الله إنا بخطب في البلاد نزيله قل ياه ولي الله يسماعيله شرك ده شرك ده شرك طيب قال لما انتجي تبايع أحمد طيب البشير إذا اتصلت كف المريد بكفه يدك ختيت في يد الشيخ أحمد طيب البشير على بيعة الرضوان في الحال يجزب طوالب يسجلوك مع الصحابة البيع الرسول في بيعة الرضوان إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم قال طوالب يحصل لك الكلام ده بتسجل معنا بيعة الرضوان يا ما الآن فريغ المريخ والهلال شو قل بتاع اللعب ساكت هوس ولعب في زول ممكن ساكت يقولنا سجلوني هما سجلوا ويقول لك فك التسجيلات وربط التسجيلات وداك الدو حداشر مليار وطلع ماسورة صح لما صح وداك شنو شغل جوطة وجلية تكتب عالم النجوم وعالم الهوس وارقون وآود صح لما صح دي كورة ساكت ما ممكن يسجلوك معهم انت ما مسجل تقول لنا مسجل تلقي اسمك ملصك بيعة الرضوان ربنا أنزل القرآن يتلى إلى يوم القيامة البرع يلعبيك ويغشك يقول لك إذا بيعت حمد الطيب البشير وختيت كفك في كفه على بيعة الرضوان في الحال يجزبه طيب قال لسه كان لهم تخطير بالراحة قال إذا اتصلت كفه المريد بكفه على بيعة الرضوان في الحال يجزبه قال البرع وينظر في أم الكتاب ويهتدي برؤيته من كان للمال ينهب إذا بيعت الشيخ اكتبوك في بيعة الرضوان اثنين تنظر في اللوحة المحفوظ أم الكتاب طوالي تشوف طيب حفظه من شنو محفوظ كيف يعني زه الصفية بعينه في اللوحة المحفوظ ده كلام كذب على الله سبحانه وتعالى وكذب على الدين والبرع ده الآن عند كتير من السودانين بل أغلبهم للأسعب الشديد ده أكبر ولي على وجه الأرض السودانية وده أكبر فاشل ومجرم ومبتدأ الاسم البرع وانا عارف في ناس دقون كتيرا ما تقدر تقول الكلام ده ما تجد جماعة كذا ما يقدر يقول الكلام ده تلقاو ده موش الصوفي ده زولك ذاته ما يقدر يقول الكلام ده النادي بتخاف من شنو يا ناس انا ده رفهم الرزق ده ماسكو البرعي ولا خائف الزولة الانصار سنة ده ولا غيره انه في صاقعة تجي من قبة البرعي تقع في الجامع انا ده رفهم في شنو يعني كلام ده قاعد يقول يا جماعة بالصورة دي نادر جدا ليه بل ما في ذاته ليه لأنه كله زل خائف على منصبه على رزقه وربنا يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون وما في نبي وما في رسول الا جاء لمحاربة طواغيط هم في كثير منهم اهوا من هذا الطغوط الاسم البرعي انت رأي شنو في الكلام لما انجحار ابنس ابو جهل وابو لهب ابو جهل وابو لهب قالوا الخالق والرازق الله لكن الدعى بن خد ولي صالح بيننا وبين الله ربنا قال ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفة يبقى المشركين قصدهم ان يخدوا واسطة بينهم وبين الله وقالوا ديل بوصلنا لالله نحن ديرين الله في النهاية البرعي قال ما دير الله زاد تدعو غير الله في الشدايد وفي الرخاء وناس كتار جدا يقول لك نحن أهل السلف ونحن أنصار شنو ما يتكلموا في هذه الأمور يا ناس وانت لما تجد تتكلم يمنعوك والله هذا كلام غريب يا أخي انت ما تتكلم خائف على رزقك خائف على جيبك الترزي عقود عقود نحن من يتكلم وغيرنا يتكلموا خليهم يتكلموا يا أخي يا أخي ربنا قال ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزير شفت الدنيا اللي بحبوها دي دي أول حاجة أيزوا المنع مساجد الله من إقامة توحيد الله وذكر الله وقول القرآن والسنة والحديث ربنا قال في الدنيا الهم دائرين هذه يقول لهم خزي في الدنيا طيب قال البراي ومن زاره لله تزور أحمد الطيب البشير ثم أحبه بصدق له تاج الولاية يوهب دار تبقى ولي تزور أحمد الطيب البشير والله قال دار تبقى ولي ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولهم يحزنون منو ديل الذين آمنوا وكانوا يتقون ديل الأولي البخش الجنة البراي قال دار تبقى ولي تزور أحمد الطيب البشير المرغني دا كتاب النور البراق دا ما في صوفي ختمي يقدر ينكروا أبدا لأنه دا عندهم زي القرآن النور البراق ما تزول بيجيقوا في القبر في الجامع يقروا يأخروا لك الصلازات وفي العقيد في أي حتة يقروا ما بيقدر ينكروا دا قال تبقى ولي ما تزور أحمد الطيب قال تشوفني أنا هس إيزا تدر لاحل يا توصح تشوف البراي تشوف أحمد الطيب تبقى ولي تخش الجنة ولا تشوف المراغ نديل والمرغني مجل تشوفني أنا قال تشوفني أنا وتشوف الشافني ذاته برضو ولي في صفحة 98 من كتاب النور البراق صفحة رقم 98 قال لقد صار رب العزة سمعي وناظري شفت الكلب دا قال لقد صار رب العزة سمعي وناظري وقلبي ورجلي الله بيقى رجله ورجلي مع يدي ولساني وأوعدني ألا يعذب مسلما هم لأنه فهمين الحديث ذا غلط تعمى عاد لي وليا وأوعدني ألا يعذب مسلما رآني حقيقا أو رآ من رآني قال الله وعدني قال أي مسلم يشوفك أنت يا المرغني يا مدلقا عرفت كلامي ما بعذبه ومش يشوفك بس يشوفك ويشوف شافك أنا ما بعذبه وين الله وعدك يا مرغني يا كذب وين الله وعدك في آية قالت إنه اللي بيشوف المرغني بيخش الجنة ما بعذب أنا ما دار دار كلام رد على الكلام دا يا ختمية أي زور اسمع ختمي في الكاميرا في العيوتوب بعدين في الحلة في أي حتى يجاوب على الكلام دا ربنا قال قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قال ربنا قال ليه كده قال وأوعدني الله بعد ما قال لقد صار رب العزة سمعي وناظري وقلبي ورقلي مع يدي ولساني وأوعدني ألا يعذب مسلما رآني حقيقا يعني ما مجازا رآني حقيقا أو رآ من رآني شفني عديل قال 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 دا ربنا أوعدني إن تشفتمر المرغني الله وعدك الله وعد المرغني دوما به عزب لأنك شفتمر أو رآ من رآني شان ما يقول لك المرغني مات عمل حساب إنه الناس بعد ما يموت برضو يضللهم المجرم ده قال أو رآ من رآني برضو أولاد جزاده قالوا رآ 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 إلى سبع مرآ تشوف نصبح أحد�도 solوثم زمن هذا داخل danke هل هناك أتح trainee انظر للرسول خاربه ابو لهف عم كمان بعد انه significر الرسول والرسول صلى الله عليه وسلم owedوا في أعزاء عنه ععملاء القرية وحده فمن ماكه وكلاهين حول النبي ربنا بعد قال تبت يد أبي الهد والتب وفي النهاية يا ربنا قال سيصلى نارا ذات نار أخير الرسول ولا المرغني؟ سؤال أخير منه؟ ناس شافوا الرسول مشوا جهنم المرغني قال ربنا وعدني أيزوا لشوفني أو يشوف الشافني الله ما بعزي وماشي الجنة هذه حلوها كيف؟ البرع تاني ناغطينا المرغني تاني قال قال لا الجنة ما بدخولها بكذا شوف مرغني ولا كذا إنما قال الجنة بدخلوها إذا مات زول يكتب في الكفن بتاعه عبدالقادر عبدالقادر في الكفن بره حتى لو الزول الميت ده جو الكفن ده اسمه حميدة مثلا تكتب بره عبدالقادر حس ده كضيب ولا ما كضيب ومن غشة فليس منه قال تكتب بره عبدالقادر وتحشره جوى القبر قال فإن صاحب قال قال ربنا ما بعزبه شوفت كيف؟ في هذا الديوان لما ممدح في عبدالقادر الجيلاني البرع ذاته والله يزول ده ضال ضلال والله ضلال مبين لكن الغريب إنه حتى الناس اللي بيقولوا نحن سلفين إلا القليل نحن ما بنقول كل الناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى ما يرضو إنه تتكلم بوضوح في مساجدهم يزاو الله خير شيخنا وعمنا الماحي فتح بيته قال في الصفحة رقم مية واحد عشرين للبرع من ديوان رياض الجنة في متح الشيخ عبدالقادر البغدادي قال وعند ظهور يغيث لملهوف ينادى كطرفة وأسرع منه خذ في صورة النمل هذا كله كفر وشرك ما بذول بغيثك إلا الله قال وعند ظهور الحال يخطع على الهوى ويظهر شيئا ليس يدرك بالعقل بأكفان اسمع الأهودي الحتة بأكفان من قد مات إن كتب اسمه تكتب عبدالقادر عندك زول ما تسمو حميدان أكتب بر عبدالقادر في الكفن عبدالقادر بأكفان من قد مات إن كتب اسمه يكون له سترا من النار والهولي والمرغني قال البيسترك من العذاب شنو تشوفني أو تشوف أشافني في ديوان بتاع النور البراق قال وإني كبير الأولياء بأسرهم أكبر من أبو بكر الصديق وأكبر من عمر بن الخطاب وأكبر من عثمان بن عفان وأكبر من علي بن بي الطالب رضي الله عنهم وأكبر من باقي العشر المبشرين وأصحاب بيعة البدر وأصحاب بيعة الرضوان وأكبر من الصحابة وأكبر من التابعين دا قال لك وإني كبير الأولياء بأسرهم دا المرغني أحمد أسمان المرغني جمعا من العرفان كل بياني دا دا دين الليلة بتاع الصفية بأصله ليه وقاعدين طيب نواصل في الكلام بتاع البراعي الليلة في الصفحة 127-128 قال شنو لسه مشين فيه وحمد الطيب البشير قال من زاره لله ثم أحبه بصدق له تاج الولاية يوهب يموت على حسن الختام مكرما زرت أحمد الطيب البشير وحبيته بصدق انت حتموت على حسن الختام حسن الخاتمة سعيدا وذو الإنكار في الحال يعطب البنكر كلامنا دا قال البراعي قال في الحال في نفس اللحظة والثانية يعطب تحصل ليه مصيبة يا براعي أنا بنكر كلامك دا وانت زل مبتدع والمرغني بتاعك وكل المجرمين واحمد الطيب وكل الصفية أنا دا يروع طب الآن أو دا أنا وقفت على الحالي دا يروع طب الآن وينو عطب وين في مصيبة حصلت ليه يا جماعة ما فيه حاجة بتحصل يا كذب يا محتل قال في الحالي أو دا الحال دا يرى اطلع ليه فوق التربزة بطلع ليه طيب قال وقد تفل قال هو الكنز والإكسير والمهيع الذي زيارته زيارته بعد المدينة تندب ماشي الزور الرسول صلى الله عليه وسلم دي الدرجة الأولى بعد طوالي زيارة قبر أحمد الطيب بن البشير طوالي لمرة اثنين بعد الرسول طوالي معناته وبكر ما في طبعا عمر ما في عرفت كلامينتا؟ شفت الصفية دا عندهم يا تدين طيب قال تبناه خير المرسلين بحضرة رسول جاء اتكذي بيا ناس ربنا قال لنبي صلى الله عليه وسلم فإنك ميت وإنهم ميتون انتهى البرنامج ما فيه قال تبناه خير المرسلين بحضرة وقال كإبراهيم إني له أبو الرسول قال أنا أبو أحمد الطيب بن البشير أبو دا كذب ولا ما كذب والله المراعي دا أكذب سوداني على وجه الأرض بل أكذب مجرم أنا لغيته على وجه الأرض واليرضى من يرضى واليغضب من يغضب لأنه دي أدلة أنا ما بتكلم ساكت زول دا زول بأصل دين غير الإسلام دين يحارب القرآن يحارب الرسول صلى الله عليه وسلم البرعي والصوفية والختمية وكلهم والكلام دا الحمد لله قعد نقول في أي منبر في أي إزاعة في أي قناة في أي نت في أي غيره كلامنا ما بتغير الرسول كلهم جل الموضوع دا لمحاربة التواغيط ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن نعبد الله واتنب الطاوض وأنا بتعجب زول يقول أنا من أهل السنة الله يديه منبر وجامع بل جوامع ومساجد ما يتكلم وينكر هذا الشرك يلفوا يدور يلفوا يدور والله يا الله يسألكم ورب السماء والأرض ربنا يسأل كل الدعاة القعدين يخدعوا المسلمين هل ما بيحذرون من الشرك دا يا أخي ربنا قال ربنا سبحانه وتعالى قال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيّنوا بيّنوا بيّنوا فأولئك أتوب عليهم وعن التواب الرحيم طيب قال وقد تفل المختار في فيه تفلة قال الرسول بازغ ليه في خشمه أحمد الطيب البشير لقى وين؟ أحمد الطيب لقى الرسول وين؟ صحابي يعني؟ يا أخو بكر الصديق ما يطلع فوق وقال للناس أما بعد فإنه من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابيكم الآيات طيب قال تبناه خير وقد تفل المختار في فيه تفلة فنال بها علماً عن الغير يحجب الغير دي العامة علم الرسول ما أدى ليزه ولا الصحابة ذاته نال أحمد الطيب البشير دك كذب قال ولم يحتجب عنه الرسول لأنه الرسول قاعد مع أحمد الطيب طوالي أص ما غاب منه ولا لحظة ده في عقل في عقل بتعطفل صغير بيصدق الكلام ده جماعي ولم يحتجب عنه الرسول لأنه إلى ذاته من كمل القوم أقرب ألم ترى أن الله أيده بما يقوم مقام المعجزات يناسب أحمد الطيب البشير دك قال الله أداوه زي معجزات الأنبياء تناسب قال يعني نفس معجزات الأنبياء وده كذب لأنه سمى معجزة ليه الربنا أدال الأنبياء سمى معجزة ليه ليه يعجز غيرهم غير الأنبياء أن يأتي بها شكرا سمى معجزة بتعجزك انتك غير نبي وغير رسول ما تقدر تجيبها نديكم معجزة وحدة نناقش بها أي صوفي أي صوفي نتحده بها وهي أعظم معجزة وهي القرآن أعظم معجزة ربنا أدال الرسول صلى الله عليه وسلم هل البرع يقدر يجيب زيه أو آية أو كلمة أو حرف أو صورة هل محمد عثمان المرغني هل أحمد الطيب البشير يقدر يجيب كيف يكذب البرع يقول يقول ما قام المعجزات يناسب أها بعد ذاك مش أقال كإحيائه ميتا قال أحمد الطيب بيحي الموتة كذب وكفر مش كذب كفر أي زول يعتقد إنه هو هو يحي الموتة ده كافر عديل كده ده ما مسلم ولا يجوز لك تصلي وراه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يغسل ولا يكفن ليه لأن يا جماعة إحياء الموتة ده ملك لله عز وجل وحده لا شريك له حتى عيسى لما قال وحيي الموتة ما هو الله لأنه قال بإذن الله وكيف بإذن الله أحياء أربعة أنفس كما ذكر البغوي في التفسير أربعة أحياءهم كيف دعا الله يا رب الله أحيي له الأول يا رب دعا بإسمه الأعظم ربنا أحيي له والتاني في قصص أربعة قصص مختلفة دعا الله فما في زول ما في أحد غير الله سبحانه وتعالى يحيي الموتة أبدا فكونوا البرعي يقول أحمد الطيب يحيي الموتة ده كفر من البرعي واعتقاد إنه غير الله يحيي الموتة أو يخلق تعتقد كده أنت كافر والله كافر أنتوا قالين الكفر ده زول عنده قرون عيون حمر مطلع شرار من خشمه لا 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 الكفر ده أقوال واعتقادات وأعمال دول يقول كلمة يكفر بها طوالي كلمة بس تقول تكفر عرفت تعتقد عقيدة واحدة بس تكفر إذا كانت كفرية عرفت كلامي تفعل فعل واحد تكفر كفر ده موجود شاما يجي زول مرجي من جماعة الإخوان المسلمين يقول لك طبعا الناس كلها بيصليوا طبعا نفتكر إنك ما فاهم حاجة وراسك قرعوبة يا أخي يا مسلم يا مرض عرفت كلامي في كفر ناس قالوا كلمة واحدة ربنا لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم هذه تحلها كيف سورة التوبة هذه تحلها كيف الأخوان المسلمين يحلوا الآية دي كيف الله قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم هذه تحلها كيف يبقى في كلمة ممكن تطلع بر الدين يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الرجل ليلقي الكلمة من صخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم سبعين خريفة كلمة واحدة ما يخشك أخو مسلم مرجئ يجي يقول لك طبعا ما في كفر الآن في كفر في كفر جو عينك لكن انت بتقول كده عشان تبرئ ناسك عرفت كلامين فيه ما في كيف يعني زول سبدين ما في كفر تكفر جو عينك تكفر في كفر وربنا نزل سورة كام لا يسمى سورة الكافرون فيه لكن احنا ما بنا كفر الزول الما كافر نحن بنا كفر من كفره الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ما بنا كفر ساكد وإلا ما كان نحن من الناس البارزين البيرد على داعش وعلى التكفير والهجرة هس سمعنا قالوا بناس داعش في غريب غادي ينبكم ركبنا مشينا صلاة العاصر ما لقناهم جينا راجعين وتاني ابنا مشي له فيم تكلامين وقعد نناقشهم ونناظرهم ونرجعهم من تكفيرهم للمسلمين بغير وتي حق لكن كمان في كفر فيه مش ما فيه كمان كفر تت فيه كفر يا ناس من دعا غير الله كافر البدع القبة يدعو الميدة كافر ده بالتعمين بالعموم طاف بالقبة كافر لابد العقايد الناس يعرفوها زون لبس حجاب واعتقد أن هذا الحجاب ينفع أو يضر كافر رضا ولا ما رضا لو اسمه عبدالله واعتقد العقايد وقيمت عليه الحجة وتوفرت الشروط وانتبت الموانا عبدالله ده كافر ما فيه شون يعني ما بالأسماء هي يا أخي طيب البرع يقول كإحيائه ميتا قال شيخ نبيحي الموت كذاب طيب أحمد الطيب ده مات ولا حي أجيبه طيب البرع الكذب الكذبة دي مات ولا حي مات يلا أحمد الطيب يبقى فالح وتشطور كده يحيلينا نفسه أو يحيلينا البرع أو أضعنا البرع يصحي خليها ترفرف كده زي أضعنا الحمار المنفرفها بس ما داري ني حاجة بس حاجة بسيطة جدا جدا قال لتنين ماتوا عليك الله دي ما آية من آيات الله قال لتنين الكذبين برعي وإحمد الطيب قالوا بيحي الموت شيخنا بيحي الموت شيخه مات وهو ذاته مات حس دي ما آية ما بتخلي صوفي يشرط الدلقان الأخدر ويحرق العلم يحرق في التكل يحرق التحت عرفت كلامي عوز بكسرة عرفت ويتوب إلى الله عز وجل ويوحد ربنا والله لو كانوا دير الحق الناس اللي قالوا بيحي الموت تت ماتوا ربنا قال لا إله إلا هو يحيي ويميت ده الله ما في زول مع ربنا يا ناس ما في شريك مع الله الله وبرنا طيب طيب البرع يقول قال كإحيائه ميتا الله أده ماذا طيب البشير صوفي سماني مش قال الله قال يعني بيحي الموت هذا كذب قال وكالبنت بعدما أتت وهي أنثى للذكورة تقلب والجزية التانية هذه البرعي شرح فيه كتاب ليك سلام مني قال في واحد اسم الشيخ يعقوب عنده ستة بنات وجل شيخ أحمد الطيب ده وشكى له عدم الولد الذكر أنا ما أعرف انت الله ما أداك والتي تشكي للشيخ ولا تدعو الله فقال يشكي للشيخ الشيخ كمان ما كذب قال له أكبر واحدة فيهم لبيزة جلابية جي وبعد صلاة الصبح يوم الجمعة وأنا ما أعرف زول عاقل رب بيته وتعف فيها ودعي رضك يا أخي تودي تسلم لي شيخ بتك تدعي شيخ كيف يعني ها فواحدين بودوا نسوانهم كمان والله فيه شنو الله أعلم لكن فواحدين بودوا وبعدوا يومين وثلاثة بحجة أنها مع أم الفقر والله أعلم طيب المهم قال لجيب الكبيرة فجاب قال البرع قال فمسح الشيخ يده على الفتاة حس هذا بجوز والله قال لك من بعيد ما تعاين قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبيرهم بما يصنعون قال من بعيد ما تعاين أشغيهم سحا من راسا لي رجلين عفن قال فمسح الشيخ بيدي على الفتاة شوف الكلام ده كيف لكن أكبر من الكلام ده قال كوني ذكرا تاليا قال قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعندهم ملك تأم قصي لا يد عنده علاقة مع الموضوع قال البرع فقلبت ذكرا من حينها هو فاطمة ها ادقلب شنون جادين شوف الكلام ده كيف البرع قال فقلبت ذكرا من حينها هنا قام نظم الكلام ده هنا قال وكالبنت بعدما أتت وهي أنثى للذكورة تقلب ها قال وقد جاءه وده كلام كذب لأنه ربنا قال لا تبديل لخلق الله والشيخ والشيخ السعدي في التفسير قال يشمل الخلق ذاته ما بزول يقدر يبدله طيب قال وقد جاءه الأعرابي بالتمر زائرا وهو للقرآن يهو ويطلب فعلمه إياه في الوقت فابتدى يرتله يا من سمعتم تعجبه جاء واحش لو تمر هدية للشيخ قال ده رحفظ الغرآن قال طوال علم الغرآن في الحال في لحظة واحدة يحبز من البغرة للناس المصحف كله ده ممكن يكون كذب قال ومن قال هذا قبره أحمد أول جيت مارب يا جبر حق أبوك حق أمك حق حبوبتك قال تقول ده جبر أحمد الطيب البشير ومن قال قبره هذا أحمد أول إذا قلتك إذا بيحصل لك شنو من الفوائد قال فصاحبه في القبر ليس يعذبه وإنت بيتغشمون يعني بتخدع ربنا يعني تخدع الله سبحانه وتعالى ده جبر عشة تقول ده جبر أحمد الطيب البشير قال فصاحبه في القبر ليس شنو يعذبه إذا قلت كده يدغش من إنت تخدع منه ده ما جبر أحمد الطيب البشير قال بس تقول ده جبر أحمد الطيب البشير أشان صاحب القبر ده ما يعذب أسوأ دين على وجه الأرض والله الذي لا إلى غير ولا رب سواه فيما أعلم أنا فيما شفت أنا دين صوفية ده عديل كده ده ده دين باطل يا أخي ياخذ الناس كذابين يا أخي والمشكلة بيغش الناس بإسم حب الرسول صلى الله عليه وسلم وهم أبعد الناس من الرسول ومن منهج الرسول صلى الله عليه وسلم يغش الناس بإسم خلاوة تحفيظ القرآن ولكن ذاك شرح لاستقطاب الدعومات لمشايخ الطرق الصوفية يبليه خمسين شافع يأكلوا كسرة ناشفة إن دقيتها والحيطة بتجيك راجعة عرفت كلامي؟ والشيخ تلقوا قاعد أربعة في أربعة جوا مفروش راق التب ما قادر يقوم يقود على حيله وراكب عربية أوباما بمليار وستمية مليون نحن أهل الزهد ده زود يا بليد؟ عرفت كلامي؟ أسوأ دين باطل على وجه الأرض هو دين التصوف ليه؟ لأنه ما قالوا نحن بندعو للشرك قالوا نحن بندعو لحب المصطفى وهم بيدعو للشرك والبعد عن دين المصطفى صلى الله عليه وسلم قال البرعين فعلق قال ومن قال هذا قبر أحمد أولا فصاحبه في القبر ليس يعذب إلى أن قال ومن لكه أرض الصعيد وخصه بغطبة موسى من به الكون يطرب قال الله ملك أرض الصعيد كل لماذا؟ لحمد الطيب البشير الصوفي السماني طيب دين حلا كيف؟ طبعا القرآن ربنا قال لله ملك السماوات والأرض مالي أحمد الطيب البشير كذاب وده كفر وشرك خليوا لكن در نقارنهم نحجهم بكلام الصوفية في بعض في بعض البرعي قال لأنه البرعي سماني قال شيخ محمد الطيب البشير مالك أرض الصعيد شد كتاب الفيوضات الربانية في المآسر والأورات القادرية حق الطريقة القادرية يباع في الدارة السودانية للكتب قال ذراعي من فوق السماوات كلها ومن تحت بطن الحوت أمددت راحتي وأعلم نبات الأرض كم هو نابت وأعلم رمل الأرض كم هو رملة وأعلم علم الله أحصي حروفه وإن قلت كن يكن عرفت كلامي؟ وقال مشا قدام قال الكون ده كل حق والمرغن هنا وده برضو ده كتاب النور البراك حمد عشمان المرغن قال الكون ده كل حقه بالصفحة رقم 124 125 أرض السعيد بحر كل حقه هذين حل قسموا الواطة دي مش ما حقه كل واحد قال حقه تبراه ده ما كده بس صفحة 124 125 تقول ليه برضو تبقى ختمي صفحة 124 125 قال شنو؟ قال فالعرش والفرش والأكوان أجمعها الكل في سعة مستهلك بالي كل قابض كده أنا قال ولسه شوف حيقول كلام كيف قال وكل غوث به دان الوجود له أعرطه خلعة من سندس القال أنا الوجود الذي قام الوجود به أنا الوجود ذات الذي قام الوجود به حقا وخلقا بترديدي وترحالي لذاك أنا وقعد اختصر أجيب ووضع الشهيد لذاك عاش جميع الكون تقول ليه رضو الصعيد عاش جميع الكوني في كنفي في كنفي فالطول طولي وآل الفضل أطفالي فاستفتعوا بي باب الله يقبلكم ويصطفيكم بتقريب وإصالي واستمطروا بي باب الفيض يغمركم بوابل الكرم القدسي في الحالي واستمسكوا بعراء لمفصام لها واستوسقوا بمقاليدي وأذيالي فمن تمسك بي أو حل في حرمي نال المرام بلا ريب ولا إشكالي أنا الجليس على العرش المحيط به مش ربنا قال الرحمن على العرش استوى المجاليزة أنا ما بعرف لكن الزول ده في النهاية دعشنا جماعة إنه والرحمن والله أنا ده المرغني ده الختمية ده أعظم كتاب لو لو زول مات يقول لك مفخماه ده الشرك ده الكفر الذي ما قال به أبو جهل ولا أبو لهب ولا قال به عقبة ابن أبي معيط ولا نقل عن إبليس قوله كلام ده كلام شركي أكبر منه ما بيشركي تاني يا ناس ده التصوف وأي داعي أنا بكرر الكلام ده أي داعي أنصر سنة أنصر شنو ما هدي غاره ما يحذر من الشرك ده غش الأمة والله بيسألك الله بيسألك الغريب أنه كلامنا ده بيسميه عدم حكمة واللجنة سوى كراداب ومزم الفقير وشهاب ويسر ده 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 رأيك فيه شنو يا أنصر سنة ده ده ومية وطلاتاشر تقريبا في صفحتين كرر نفس القصة قال الطيب البشير ده ربنا ملك الكون ده ظن أبو أحمد الطيب ذات ملك قال الكون تلاتة وتلاتين سنة الله الدليل بعد تلاتة وتلاتين سنة قال شهال رجعوا لأ الله سماوات السبعة والأراضين السبعة والبحار والجن والإنس كلهم ملكم تلاتة وتلاتين سنة رجعهم لأ الله قال ما ناقص منه جنع بعوضا نصلي ونجيز وعلى آله وصحبه ومن وآله أما بعد طيب البرع أيضا في صفحة ودي صفحة لأختم بيها في كلام البرعي صفحة رغم مية اتنين وسبعين من ديوار رياضة الجنة ونور الدجنة في قصيدة بعنوان دعني دعني أصاحب سادتي وأماشي ده البرعي وده الدوام بتاعه قال شوالكلام ده كيف أجمع ده كلام والله الشرك شرك عديل ما فيه أي غموض ولا لبس واضح جدا شرك قال دعني أصاحب سادتي وأماشي دوما على رغم الحسود الواشي وأزورهم في كل حين طالبا بركاتهم وأنا لديهم خاشي بمشي لهم طالب البركة بتاعتهم وهل البركة تطلب من غير الله سبحانه وتعالى لا لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال كل من الطعام المبارك والبركة من الله البركة من مناجماء من الله وربنا سبحانه وتعالى جعل بركة في أشياء معينة جعل بركة في النبي عليه الصلاة والسلام أما دون النبي عليه الصلاة والسلام أو أي شيخ صوفي ده ما فيه بركة بالزات شيخ صوفي ده ما فيه بركة قال ما مسني سوء وجئت رحابهم إلا وعني ذاهب متلاشي هم عدة عند الشدائد كلها هم ملجأي في كل خطب فاشي هم موئلي عند الكروب ونصرتي هم مورد يروي لكل عطاشي أرجو بهم فوزاً وإكراماً عداً واليوم تيسيراً لأمر معاشي ده الشرك حتى أبو جهل ما أشرك دردة معينه مشرك لكن ما أشرك دردة أبداً لأن المشركين الأولي نسبوا جهل وغير وغيره كان بيشركوا بالله عز وجل ويسألوا يدعوا غير الله في حالة الرخاء أما في حالة السوء والشدة كان بيدعوا ربنا براو ربنا قال عنهم فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون وإكرم رحمه الله فسر هذه الآية قال كان المشركون إذا أرادوا ركوب السفينة حمل كل واحد منهم صنماً صغيراً معه كل ذول بيشيل صنم صغير المرأة تنظفوا ليه وكذا يشيلوا معاورك في السفينة قال فإذا أرادوا الغرق داري غرقوا ألقوا بالأصنام في وسط البحر وقالوا يا رب يا رب يا رب في حالة الرخاش ألنا الصنم في حالة الشدة ألنا يغرقوا بنادونا جماعة الله سبحانه وتعالى البرعي لا البرعي أكعب من المشركين الأواهل قال شنو قال ما مسني سوء وجئت رحابهم إلا وعني ذاهب متلاشي هم عدة عند الشدائد كلها شدائد في حالة الشدة عدة البشر دينما الله هم عدة عند الشدائد كلها هم ملجأي في كل خطب فاشي هم موئلي عند الكروب ونصرتي هم مورد يروي لكل عطاشي أرجو بهم فوزا وإكراما غدا يوم القيامة وليوم في الدنيا تيسيرا لأمر معاشي الأرزاق بتاعته والمعاش بيسروا له السادات الصوفية بتعينه مع الله وربنا قال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين دعين ربنا سبحانه وتعالى طيب والديوان كل شريك شد وكفر بالله سبحانه وتعالى وصية القحطان بالله قولوا كلما أنشدتم رحمة الإله صداك يا قحطان